أفضل لاعب داخل القاربة بتنفس عليها مين؟ بيرستاو طبعاً لاعب الأهل الجنوب أفريقيا وفيستون مايلي لاعب الكونغو ولاعب بيرامدز وبيتر شلويلي لاعب منتخب ناميبيا وفريق سانداونز الجنوب أفريقيا بإذن الله كمان بيرستاو عمل موسم رائع جداً على أهل في دورة أبطال أفريقيا الموسم الماضي يستحق هذه الجائزة طبعاً عن جدارة فيستون مايلي كان هداف سواء كونفضلية أو دور الأبطال وبيتر شلويلي طبعاً خلاص حضراتكم حافظتوه مع سانداونز واحد من أهم أهم المواهب في القارة الأفريقية طيب ماذا عن أفضل مدرب؟ أفضل مدرب هيتنافس عليها اليو سي سي مدير الفني الرائع جداً لمنتخب السنغال وطبعاً وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائر السابق بطل الكونفيدرالية وبطل كأس السوبر الأفريق طيب هرجعلكم تاني في قصة المدرب ولا هرجعلكم تعالي نتكلم عنها دلوقتي بصراحة يعني قولي عقلي ايه ده ومنطق ايه ده اللي يفسر اللي يفسر ان مارس الكولر مش موجود ضمن التلاتة اللي بيتنفسه على جائزة أفضل مدير فني أفريق قولي راجل اللي خد كل البطلات الممكنة الموسم الماضي كل البطلات الممكنة في أول موسم ليه في القرى الأفريقية ومع النادي الأهلي بياخد كل البطلات الأفريقية والمحلية قولي بأي منطق ما يبقاش موجود مارس الكولر بصراحة مش فاهمها مع كامل الاحترام لعبد الحق بن شيخة وهو مدير فني كبير ورائع جدا وينجازه مع اتحاد العاصمة في الكونفيدرالية أو في السوبة الأفريقية لكن الكونفيدرالية لا تقص أبدا ببطولة دولة أبطال أفريقيا ولا حتى السوبة اللي من برا واحدة تقص بأي بطولة يعني بطولة زي بطولة دولة أبطال أفريقيا وبالتالي مارس الكولر في رأيي ظلم أنه مايتحطش اسمه ضمن التلاتة الأفضل طبعا سيسي قاله سيسي لازم يبقى موجود مدير فني لسنغال وليد الرجاجي أكيد هيبقى موجود وغالبا أكيد هو اللي هيكسبها بالمناسبة يعني يعني حتى لو ما بقولك مارس الكولر يبقى مرشح ضمن التلاتة مش بقولك عشان كان هيكسبها كده كده وليد الرجاجي هيكسبها هيكسبها ما فيهاش ما فيهاش رابع عالم يعني إنجاز أفريقي لأول مرة يحصل في التاريخ فهياخدها هياخدها بس يعني غريبة غريبة مرسي كرام يباشي موجود بصراحة طيب تعال روح تعال روح لأول لك لأرقام الرجل هاتها هاتها تبعاك ماشي ماشي يال لعب سبعة وخمسين مباراة الموسم الماضي فاس في واحد واربعين تعادل في احداشر خسر في خمسة فاس بيه بقى فاس بالدول المصري وكاس مصري وصوبا المصري خده مرتين يعني ولقى بدوري أبطال أفريقي يعمل إيه ده بقى عشان ينافس على جهزة أفضل مدرف في القرى الأفريقي يعمل إيه يعني أعمل إيه تاني يعني بجد والله يعني أنا بحط نفسي مكان مرسي الكرة المفاوضة عمل لكم يعني أعمل إيه تاني عشان أتحط في المنافسة غريبة بصراحة